عندي موضعين يعني ارجو ان يتسع صدر الجميع للكلام اللي انا هقوله ده واللي عايز راجع وراي راجع وراي ناخد الموضوع الاولاني كان بعيد سنة كده بس ايه نروح له هو موضوع التقرير الذي ضاع التقرير ايه عم مش القرارات اتخذت بس خلينا اقولك حكيت هنا قبل كده وبكرر الحكاية تاني لانه التقرير بيعلم الشطار اللي زي انه واستشهدت قلت كان فيه ثلاثة كانوا موجودين وليد مهدي ومحمد مراد ومحمد ياسين كانوا موجودين في الوقع التي حدثت في الامارات وهنا كنا متضامنين تماما مع لعبة نادي الزمالك ان هما يعودوا الى مصر ان هما يخرجوا وان هما يرجعوا ده امر بالنسبة لنا كان محسوم لكنه لما يكون فيه لوايح عندنا لابد ان تطبق وان الراجل المراقب ولدي شهود على هذا الكلام وتحديت المراقب نفسه والاستاذ محمد ياسين انه يطلع وينفي هذا الكلام انه راجل كتب تقرير وقال له لأ اخفين نعم فيش تقرير مش هناخد تقرير مسؤول في الاتحاد واثنين من المسابات مش هناخد تقرير يا جماعة يهديك وردك وقال له مش وقته مش وقته خالص انا مش فاضيين وما تقوليش تقرير وغير تقرير انا بحكي لك معلومات وانا بقولك اتحدى انه اي حد يطلع ينفي هذا الكلام المهم الراجل راح كاتب تقرير وصمم انه كتب تقرير والامر بقى سهل انت بتجيب موبايل بتحفظ عليه التقرير بتجيب اي باد تجيب اي حاجة بقى وسائل التكنولوجي كثيرة جدا يعني وراح عشان يسلمهم التقرير طب اديلي فلان طب اديلي اعلان طب اديلي ترتان طب مش عارف ايه طب القصة طب الحدوتة طب الليلة المهم في النهاية قالوا له ادي ليه الكابتن اسلام اعتقد اسلام عمران مراقب المباراة النهائية تسلم الكابتن اسلام صححولي الاسم اللي انا بقوله غلط يا جماعة عشان الناس كلها لاي احترامها تقرير وخلصت الحكاية والحدوتة وكده رجعوا مصر طبعا حصل عفو رئاسي في الامارات شكرا جزيلا لكنه هنا بقى تاخد قراراتك يعني فين التقرير مش موجود فعجعوا للمرائب تقريرك قالوا لهم انا سلمتوا قالوا له لا ده المرائب الاستاذ اسلام عمران ولو كل اللي احترام نسي في الامارات انا بقولك تفاصيل التفاصيل ادق التفاصيل فعمل لنا تقرير تاني او نسخة تاني تقرير بتاع المباراة وزيدية نسي في الامارات امر عجيب جدا مهم تعمل تقرير تاني او نسخة تانية وهي نفس النسخة الاولى لم يحدث فيها اي تبديل او تعديل والمسؤولين في الاتحاد يطلعوا يقولوا لي كلامك من صح والمراقب يطلعوا لي كلامك من صح وبالفعل سلمت تقرير وبالتالي صدرت العقوبات